السلام عليكم احبابي في الله كنتمنى تكونوا لاباس وبي خير وعلى خير المهم ان ارجعت لكم تاني وجد لكم فيديو جديد كنتمنى يعجبكم واذا يعجبكم خليولي اشتراك وخليولي اسئلة ديالكم في التعليق كيف معودكم احبابي في الله ان فيديوهات ديالي هادفة وكنتمنى لكم الخير في الدنيا والاخيرة مهم اياه القناة مجي ديالي بوحدي كتم ديالي وديالكم كاملين ولا كان شي نجاح ولا شي حاجة كتكون انتم هما السبب انتم الليكت دعموني انتم الليكت عاونوني وكنتمنى الاجر نقسمه كاملين المهم ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا وربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت فيها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الاحبة الكرام احبابي في الله موضوعنا اليوم يشمل صورة البقرة صورة البقرة وفضاء العظيمة لمن قرأها بينها بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب المصطقى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث شريفة منها في الدنيا طرد الشياطين من البيت فصورة البقرة في الدنيا طرد الشياطين من البيت وتحصينها من شرهم وضررهم لما لها من التأثير الشديد عليهم والتسبب في نفورهم وخروجهم من البيت عن سماع آياتها قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة أحبابي في الله صورة البقرة من التقرأ في البيت الشياطان يخرجوا فيه يعني يمشيوا فيه يفروا من البيت يعني يهربوا من البيت وتم يقول البيت خالي من الشياطين يعني عمر بالملائكة ونحن محتاجين في هذا الوقت للملائكة ونحن نفر الشياطين من بيوتنا بالقرآن وبصورة البقرة حتى كثيروا بزفت الموسيقات وكثيروا تماثل في البيوت وتصوروا الموسيقى يعني بحلقة نعملوا شي حفلة الشياطين لداخذنا دايما نقرأ سورة البقرة بشياطين هربوا من البيت وعم السعادة في البيت وعم الأمن والأمان فمن فضل سورة البقرة حماية قارئها من سحر السحرة وأدائهم وتسببها في فك السحر إن كان موجودا قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة البطلة يعني هما السحرة يعني لو قريتي سورة البقرة ما غدشي خيبغيشي واحد يسحر لك مثلا ما غدشي يقدر يسحر لك لأن أنت محصن بالسورة البقرة فيها الشفاء من العين والكفاية لمن قرأ آخر آياتين منها قبل النوم حلول البركة النماء والزيادة في حياة قارئها والمتدبر لآياتها والمتفكر في معانيها والعامل بها فهي أطول سورة في القرآن واحتواءها على أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي فسورة البقرة تأتي تاني سورة بعد الفاتحة بحسب ترتيب المصحف وعدد آياتها 286 آية وهي أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية وهي آية المدينة وهي الآية 282 وفيها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الآية ديالاريب أصيكم أحبابي بسورة البقرة سورة البقرة كاسحة الأحزان وناسفة رؤوس الشياطين تعجبوا ممن يطرق أبواب الرقات ولا يطرق بابه سورة البقرة فكل واحد عندنا دفوف الضرد يالو كالقرآن يعني فاشغل تشعد شراقي يرقيك ولا تحس برسك حسيتي بأنك عين شوية ولا مريد نفسي ولا شي حاجة قرغر سورة البقرة فيها الشفاء وهي كاسحة الأحزان وناسفة رؤوس الشياطين والله تعجبوا ممن يطرق أبواب الرقات ولا يطرق بابها سورة البقرة سورة البقرة 49 صفحة كل صفحة 15 متوسط 30 حرف والحسنة بعشرة أمثالها قارئ سورة البقرة رصيد هائل من الحسنات سورة البقرة بإذن الله ستجعل لك من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية ولكن أكثر الناس لا يعلمون من أعظم الأشياء التي تجلب للعبد البركات والخيرات قبل أن يطلبها بعد الدعاء قراءة سورة البقرة سورة البقرة تحقق الأحلام بإذن الله ستسرع سورة البقرة كل الأرواح الخبيثة ستطرد سورة البقرة كل الأوهام والوساوس ستسحق سورة البقرة حبال الأحزان التي تعيش في نفوس البائسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلة البطلة يعني السحرة هذه السورة كنز والله كنز عندنا في الدرد سورة البقرة أخذها بركة يعني قراءتها وحفظها والعناية بها والاستمرار عليها والاستشفاء بها بركة يعني في نفسك ورزقك وعافيتك وأهلك وبيتك سورة البقرة تركها حصرة يعني غبن مغبون من ترك التداوي بها وهي الشافية لكل مرض إذا حدتوك أحبابي في الله عن السحر والسحرة وإذا حدتوك عن المس والعين والحسد والقلق حدتهم عن تكرار سورة البقرة فصورة البقرة كاسحة الأحزان ونها سفة رؤوس الشياطين والله أحبابي في الله إلى صورة البقرة كنز عنا فدار يجب الانتباه له ويجب التشافي به وتداوي به المهم ينيا ونعرف أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأن الرزق هو الله ولم يمكن عمل الأسباب بالقرآن الكريم لأن القرآن فيه شفاء ورحمة ونور وهدى وإذا حدتوك عن المواجع والفواجع والفضائع حدتهم عن سورة البقرة وأخيرا سورة البقرة يعني كنز عندك في الدار حدتهم إذا حدتوك عن المواجع والفواجع والفضائع حدتهم عن سورة البقرة وخيراتها المتكاترة بركاتها المتناطرة صورة البقرة لا يستطيعها السحر يعني لو ألف ساحر اجتمعوا وعملوا لك ألف سحر لن يستطيعوا أن يغلبوا المداوم على صورة البقرة والله شيء عجيب والله وبالله وتالله تكرار صورة البقرة سيجعل حول جسدك تحصينا عجيبا عجيبا لا تضرك عيون الحاسدين ولا يؤديك مكر الحاقدين فالمحافظة على قراءة صورة البقرة تجلب للعبد خيرات قد يعجز عن تحصيلها ويرزقك ويرزقه الله بها بركة في أهله ونفسه وماله وولده نحتاج في حياتنا أن تكون قراءة صورة البقرة تقافى لن تشبع منها وستفرح بها ولن تستغني عنها القرآن بركة لكن صورة البقرة هي سيدة البركات كترة صورة البقرة قراءة كترة صورة البقرة تطرد من الجسد الأرواح الخبيثة وتنعش الروح وتسعد بها النفوس من دوم على صورة البقرة في الغالي بسيارة رؤية صالحة مجرد أن تحدث نفسك أن تقرأ صورة البقرة تأتيك تطبيطات من الشياطين فإن عزمت واستعنت بالله وقرأتها أتتك معونة من الله سبحانه وتعالى الأنفع في صورة البقرة أن تكون يوم وليلة على الأكثر في جلسة أو جلسات مثلا لا يضر المهم في يوم وليلة اجعل في حياتك كورس علاجي من وقت لآخر تقرأ صورة البقرة يوميا لمدة أسبوع مثلا والنتيجة أحبابي في الله سيكون الفرح والسرور والنشاط والبركة وتيسير الأمور ورؤية صالحة أحبابي في الله والله أنصحكم بصورة البقرة واعلم أن حسودك إلى زوال قراءة صورة البقرة أثناء الصلاة وأنت تقرأ في المصحف على ركعتين أو أربع أو ست ركعات شيء جميل ونافع لن تجد مثل صورة البقرة علاجا لأمراض قلبك وروحك وجسدك ولن تجد لك معينا على قضاء حوائجك مثل قراءة صورة البقرة بإذن الله لن تجد لك حصنا حصينا من حسادك مثل صورة البقرة قراءة صورة البقرة ستشفيك بإذن الله من أمراض قد لا تعلم أنها فيك والله بزافة الناس فيهم بزافة الأمراض ما كيعرفوش يراه فيهم ولكن من يقرأوا صورة البقرة؟ هذي تشفهم بزافة الأمراض سواء نفسية سواء جسدية قراءة صورة البقرة ستجلب لك الخير والبركات بإذن الله وقدرته لم تكن تتوقع أن تصل إليك المهم إقرأها بالنية التي تريدها وإياكم أحبابي في الله أن تجربوا فكلام الله لا يجرب ومن قلة الأدب أن تجرب كلام الله والله إقرأها باليقين وبالنية الصافية وإقرأها بنية إنه كلام الله لكن قراءة صورة البقرة تأخذ من وقتك ساعة أو ساعتين أو ساعتين ونصفك لكنها ترفع آلاف الدرجات تجلب لك بإذن الله وقدرته ما كان مستحيلا من أعظم الأسباب التي تجلب للعبد السكون في نفسه والنوم الهانئ وتحطيم جدار الأكتئاب وتدمير والتدمير والكوابيس في هذه الأيام الناس كاملين ولو كيتشكوا من الأكتئاب من القلق من التوتر يعني بزاف الأمراض النفسية وكيمشوا الأطباء النفسية نحنا كنحترموا الأطباء النفسيين ولكن أول حاجة كيعمل الوحد هي يرقي راسوب القرآن وحتى الطب مزيان ماشي ماشي مزيان حتى الطب مزيان يعني حتى وقعتك واحد الأدوية وادي ولكن أول حاجة تعملها هي تعمل قراءة صورة البقرة فهي الشافية وهي الكافية بإذن الله سبحانه وتعالى لكن شافي واحد هو الله سبحانه وتعالى ممتكد عمل الأسباب والأسباب منك يكونوا من كتاب الله حاجة آخر يعني الله سبحانه وتعالى قال لك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يعني القرآن فيه الشيفة وفيه الهودة وفيه الرحمة وفيه كل شي خاصة غير تزوح الكنز من عندك من الدار وتبقى تقرأ مرة مرة وغتكون بيخة إن شاء الله والله أحبابي في الله لن تندموا على قراءة صورة البقرة المدوم على قراءة صورة البقرة ليس عيبا ولا خطأا أن تقرأ صورة وتنوي بها جلب الخيرات لكن لك من زواج ومال ودرية ورزق وتيسير وعمل يعني قراءة صورة البقرة غتنفعك بزاف المدوم على صورة البقرة ليس عيبا ولا خطأا أن تقرأ صورة وتنوي بها جلب الخيرات من الله سبحانه وتعالى مثل الزواج مثل المال مثل الدرية ورزق وتيسير الأمور يعني تقرب الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة والبطلة يعني السحرة يعني وخيت جمعوا السحرة كامل المسحرة اللي كنتك مداومة على سورة البقرة ما غديشي أديوك نهائيا لأن أنت محصن بحل لا عمل واحد السلاح ضد الأعداء ديالك وضد الأعداء ديالك ويعني هكا ومع المدومة على قراءة سورة البقرة سيكون جسدك عند الجن والشياطين بهذا الوضوح مثلا ممنوع الاقتراب لأن اللي اقترب منك غد يحترق فتكرار سورة البقرة يجعل القلب مسرور بلا أسباب من بدل السبب أن تختار الوقت المناسب والمكان المناسب لقراءة سورة البقرة والتجهيز النفسي والاستعداد الدهني أعدم ما يعين على قراءة سورة البقرة الإنعزال في مكان لا يراك فيه أحد مثل البيت أو المسجد بعض الصلاة أو غرفة مغلقة مثلا مناسب جدا أن تختار وقتا محددا تلتزم فيه بقراءة سورة البقرة ولو كنت مشغولا قسم قراءتها في هذا الوقت الناس مشغولين غير بالتليفونات ومشغولين بمشاغل الدنيوية وصافية يمكن أن تساو بأن القرآن نرى فيه الهدى وفيه يعني أحسن حاجة يعني لو قريتي غير واحد الصفحة في النهار ستكون عندك الخير فيها الذين يقرؤون سورة البقرة ونقارئون قارئ وحافظ قارئ متقن القراءة قارئ ضعيف قارئ كيفما كان الأول والثاني أنصحه بسردها في جلسة واحدة يعني اللي يقرها مزيان يقرها في جلسة واحدة واللي يقرها بشوية بشوية وما تكون شي القراءة ممكن يقرها في ثلاثة جلسات أو يعني يجوش جلسات أو ثلاثة جلسات في اليوم ولا تجرب إياكم أحبابي في الله أن تجربوا كلام الله والله كلام الله لا يجرب كلام الله يقرأ بالنية لا تجرب إياك أن تجرب كلام الله والله من قلة الأذب مع الله أن تجرب كلامه إنه كلام رب العالمين تقبي الله العظيم سيشفيك الله من مرادك إذا دومت على قراءة صورة البقرة مهما كان شرود الدهن النعاس التتأوب حي الإبليس حتى تترك صورة البقرة سوف تتقرأ صورة البقرة سوف تأتي شرود الدهن النعاس والتتتأوب حي الإبليس حي الإبليس المهم معاشر الأحباب جاهد نفسك عليها ستسحقه صحقا بإذن الله ستسحق الشياطين بإذن الله المهم استعين بالله سبحانه وتعالى وربي غير يعونك وتقرأها وغد تكون مزيان غد يجيك تقليسان تنمي الأطراف يجيك النعاس يجيك التتأوب ولكن هذا غير حيال ديو الشيطان في أثناء القراءة وهذه هي علامة من قبول الجسد للدواء والإذن بإخراج الأعداء من الجسد الجن والبقرة لا يجتمعان في جسد يعني لك تقرأ صورة البقرة الجن والصورة البقرة لا يجتمعون في أحد الجسد وعيون الحاسدين ومكر الحاقدين والأرواح الخبيثة تتمثل في المنامات على هيئة يفزع منها الإنسان لن تجد لها صاحقا وماحقا مثل صورة البقرة مين ستبدأ تقرأ صورة البقرة يقدر وجود أحلام في الليل تشوف شهي صوار تشوف شهي حاجة لأن أنت كتداوي الجسد ديالك ديك ساعة عيون الحاسدين ومكر الحاقدين والأرواح الخبيثة تتمثل في المنامات على هيئة يفزع منها الإنسان لن تجد لها صاحقا وماحقا مثل صورة البقرة مع المداومة على قراءة صورة البقرة في الغالب سترى مصارع الشياطين على هيئة أفاعي وكلاب وقطات أعزكم الله صورة البقرة دخيرة لابد أن تكون في حوزتك يا عبد الله معنى أن تترك المداومة على صورة البقرة هو أنك تركت سلاحك في مواجهة أعدائك ولسان حالك يقول لا أريد البركة حينها الحرمان ستصل الحرمان صورة البقرة دخيرة لابد أن تكون في حوزتك معنى أن تترك المداومة على صورة البقرة هو أنك تركت سلاحك في مواجهة أعدائك ولسان حالك يقول لا أريد البركة حينها الحرمان ولا يكون من نصد ديالك المداوم على قراءة صورة البقرة أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا إن عزل واستعن بالله وافتح المزحط مع الأيام ستحبك صورة البقرة كما أحببتها وصورة البقرة سميت بصورة البقرة ووردت بصورة البقرة الكثير من القصص قصة سيدنا موسى عليه السلام حينما أمره الله عز وجل بدبح البقرة حتى يعرفون من القاتل وسبب تسميتها بهذا الأسم بسبب ذكر قصة بقرة بني إسرائيل حيث روى أن رجلا غنيا من بني إسرائيل قتل فاختلف الناس في القاتل وحتى يستدلوا على القاتل أمرهم الله سبحانه وتعالى عن طريقة الإيحاء لنبيهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة ولم يذكر لهم وصفات البقرة تخفيفا عليهم ثم يضربوا ببعض تلك البقرة بأي جزء منها ذلك الميت فإن ذلك الميت سيتكلم بأمر من الله سبحانه وتعالى ويخبر بمن قتله فأخبر موسى عليه السلام بني إسرائيل بذلك قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقد جاء ذكر البقرة هنا النكير فخفف الله عليهم وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي والمقصود هنا السؤال عن سنها فبدأ الاشتراط من هنا لسؤالهم قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر يعني ليست مفرطة في السن ولا صغير عوان بين ذلك أي بين هذين السنين وهنا شددوا على أنفسهم مرة أخرى بسؤالهم عن لونها مع عدم اشتراط الله سبحانه وتعالى في اللون المعين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظر فلما أجابهم عن لونها وعمرها سألوه عن وصفها بقولهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإننا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تتير الأرض ولا تسقي الحرط مسلمة لا شيئة فيها يعني غير مدللة في الحرات والسقايا ممهم الشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم كانوا يقول لهم دبحوا بقرة يدبحوا بقرة وما وقوقوا يسولوا ما هو اللونها وما هو شكلها فوجدوها عند بني إسرائيل عند امرأة لها أطفال أيتام فطلبت منهم وزنها دهب فدفعوا التمن لها وبعد أن أحضروها أمرهم نبي الله موسى عليه السلام أن يدبحوها وأن يضربوا ببعضها جسد المتوفي ففعلوا ذلك فاستيقظ المتوفي من موته وأخبر عن قاتله ثم عادا ميتا وقد سميت هذه الصورة بهذا الإسم نسبة إلى بقرة بني إسرائيل المهم أتمنى لكم توفيق اللهم وفقني وإياكم لما يحب ويرضى